السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية الكوسة في المنام للرجل الأعزب والمتزوج ونبدأ برؤية الكوسة في منام الأعزب الكوسة في حلم الرجل أو الشاب العازب دليل على طيبة هذا الشخص وحسن أخلاقه وأنه يتمتع بصفات حميدة وسمعته حسنة بين الناس وسيحظى هذا الرجل بعمل قريب يجلب له الرزق والمال الكثير وسيتبدل الحال إلى الأفضل أكل الكوسة للأعزب سواء مطبوخة أو محشية في المنام يدل على الشخصية الرائعة والمكان الرفيع التي يتمتع بها الحالم بين الناس وهي دلالة على خير وفير ورزق كثير سوف يحصل عليه الرأي في حياته بإذن الله تناول الكوسة المطبوخة في الحلم بالنسبة للرجل دليل على ارتفاع المعنويات وزيادة الأرزاق في المنام وإشارة إلى الخبرة والتجربة المفيدة والعلم والمعرفة تفسير رؤية الكوسة في المنام للرجل المتزوج رؤية الكوسة في منام المتزوج تدل وتشير إلى الخير والرزق القادم إليه وأشار أنه يدل على قضوم الأرزاق والخير الكثير الذي سيراه الحالم في حياة القادمة رؤية أكل الكوسة في المنام للرجل المتزوج تشير للتعب والتصرع في اتخاذ قراراته رؤية الكوسة في منام المتزوج بدون تناولها تدل على إنهاء الهموم والفرج كما تشير رؤية أكل الكوسة المحشي في منام الرجل على حمل زكته وتشير رؤية طهي الكوسة في المنام على مناسبات عائلية وعزائم فإذا كان الرجل المتزوج مريض ورأى في منام الكوسة فهذا يدل على شفاءه من مرضه إن شاء الله وعند رؤية شراء الكوسة الخضراء للرجل المتزوج التازجة فأنه مقبل على أحداث هم في حياته وتشير رؤية جمع الكوسة الخضراء للرجل على جني المال الحلال وتربح الرائي من عمله وتجارته وإلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته